وفي نفس الوقت انت بتتكلم انت رصيدك 22 نقطة فرقه 7 يعني جاب كبير محترامي لكل الفرق اللي احنا بالنعابة يا كريم بس برضو فيه جاب كبير جدا الجاب الجبير في الارقام ده بيدي لك ان فيه جاب كبير في المستوى الفني فلما انا يبقى مستوى اعلى بكتير فنيا تاني هرجع اقول فنيا مفروض المباراة اخلاص بأسهل من كده بأسرع من كده انا ما شفتش دنبارا انا ما شفتش دنبارا حتى لو احنا ملوك الناينتي بلاس ومحن مزعلانين على فكرة بس الناينتي بلاس يبقى مع منافس مثلا الى حد ما قريب ليك في النقاط في المستوى الفني ولا نغلطانا يعني دي نقطة اعتقد كانت بين الناس كلها مباراة سيبك انت اهم حاجة النجاف الكبير ده يفضل يعني نبدل محافظين عليه اطول وقت موقع اه ما فيش رفاهية حاجة تانية اه طبعا بطبيعة الحياة يعني خلينا نبقى متفقين بس يعني خلينا نقول او نشهد برضو ليه كابتن ايهاب جلال طبعا المدير الفني ليه فاركو ان هو هذا الرجل بجد له فكر وفكري يمكن مع فاركو كمان فكر متميز ظهر على الارض لا فاركو رغم النقاط القليلة رغم الترتيب بتاعه اللي هو متدني شوية لكن اللعب بتاعه حلو يعني بيدافع في نفس الوقت دفاع مستميد بيحافظ على الكرة بيحاول آخر اللحظات بيتنافس بشكل كبير فبرضو لازم حق يقال يعني هم مبارح كانوا كويسين فاركو كان فعلا بيلعب بشكل يعني حماسي جدا اكيد ومناسبة كلامنا عن فاركو عايزين طبعا نتوجه بخالص تعزينة للعب فاركو اللي سجل الهدف في لقاء الامس احمد شريف اللي طبعا بعد ما سجل الهدف كلنا شفنا رفع تيشيرته وكان مكتوب تحتها في الجنة هو طبعا في إشارة أو بيبعد ترتال التعزية واحنا بدورنا بن عزيه طبعا في وفاة خطبته اللي يعني انتقلت للرفيق الاعلى على إثر حادث هو نفسه كان موجود معها فيه وربنا نجاه فربنا يرحمها برحمته الوسعة وأكيد خالص تعزينة لأسرتها الكريمة وللعب كمان احمد شريف ده حصل امتى يا كريم أنا سمعتها مدرس مش عارفة من أيام يعني من أيام بس يعني أكيد انت عارفة أو يمكن تقريبا شهر أو حاجة حاجة زي كده بس عارفة برضو كرة القدم زي ما سعد بيبقى فيها سياسة زي ما شوفنا في كاس العالم بيبقى فيها برضو في الكثير جدا من الأحيان إنسانيات بيبقى فيها حاجات كتيرة طبعا تجربة قاسية أكيد وخالص تعزينة دي أكيد طيب على قد ما الحقيقة بنجوع بقى لرجوعنا لتفاصيل اللقاء الأمس وده طبعا الهدف بالمناسبة اللي سجلوا اللعب أحمد شريف في لقاء الأمس على قد ما عصبنا تعبت وكان نفسنا أن احنا نخلص الماتش من بدري بدري على قد ما لعبة النادي الأهلي الحقيقة بيحسسونا كالعادة هم إلى أي درجة عندهم القدرة على القتال حتى آخر ثانية في المباراة لأنه فعلا المباراة الصعبة بيكون الأهم فيها وانت تتحقق المكسب بأي طريقة أي أنكرت إيهية